وفي ذات السياق عقد اليوم المجلس البلدي للدائرة الثامنة اجتماعا لمناقشة ميزانية عام 2017 البالغة 853 مليون من الفرنكات حيث من المقرر صرفها في تنفيذ المشاريع الإنمائية بالدائرة تقرير عبدالله هارون بحدف مناقشة الميزانية الخاصة المتعلقة بتسيير المشاريع لقدمة بلدية الدائرة الثامنة جاء حز الاجتماع للمجلس البلدي لمناقشة ميزانية عام 2017 والتي تقدر بنهو 853 مليون فرنكة صفاء في مستحل حديثه المنذوب الإداري لبلدية الدائرة الثامنة قال إن مناقشة الميزانية المقترحة من شأنها تنفيذ القطط والمشاريع التنموية التي تسعى البلدية لتحقيق رفاحية لسكان الدائرة مناقشة المتعلقة بلدية الدائرة الثامنة يعني التجار كان تاجر كان ارتزان كان شنور جايش ويتمار عن درسما يعني ما قدري يجب الكفاءة يعني أدال الفلوس البلدية الدائرة الثامنة فاطمة يحيى عبدالله أوضحات إن انخفاض ميزانية عام 2017 ناتج بسبب الأزمة الاقتصادية الرحنة وإن من الملاهز إعادة النظر لمواكبة الواقع الحالي لذا يكون هناك تعديل في الحكل الإداري والعمل من عجل تعسيس برامج جديدة وتعزيز تقوية البلدية طلبت من جميع الأقسام المختلفة بضرورة التكاتف وتضامن من أجل نجاح عمل البلدية